موسيقى السلام عليكم كديري اللي بس عليكم اشخباركم كل شي بزيان كل شي باخير انتمنى ان شاء الله يلقاكم الفيديو صحةول عفية ويكون ان شاء الله حاد النهار بخير وغلى خير يمكن ان أخينها اليوم ان شاء الله البنات وجادي فضل الولد نبا يحب دي اللذي نزولان حياتنا في طبيعى أكبر الناس بمعبطاء واتبعها ان شاء الله يقوموا حاجة اللي تتمنى انها تخدم اللي تتمنى انها تسافر اللي مريض الله يشافي اللي تتمنى شي وليدة اللي يعطيهم لها اي حاجة في قلبها شي حاجة اللي يعطيها لك حبيبتي والله يرزق كل واحد علاقة دنيته اه ولأول مرة شافت قناتي معك حسناء من قناة ساندي حسناء ما تبخليش علي الحبيبة ديالي من تغطع على زل الاحمر الاشتراك ابوني وتفعلك اه كذلك اه الجرس يعني استرسار باش يقول ان شاء الله اي وصلك اي جديد وكذلك حبيبتي اللي لايك ديالكم ولي ما زل ما مشتش عندي الانستغرام اه شكت سنائي شكت سنائي يا حبيبتي سيري عندي الانستغرام راني كانحت لكم فيه ديستوري قبل ما كانحت هنا الفيديو المهم هاد بالنسبة لهاد الوصفات اللي غدي ندير معكم دابة درتهم البارح وانا كان منطي معكم الفيديو دابة اليومة المهم بالنسبة للمقادر ديال المسمنة البنات اه كتديروا مثلا جوج ديال الفورس كتديرو زلافة ديال ديال فينو يعني دائما الفورس يكون مضوبل على الفينو كتديرو شوية ديال الملحة شوية تسانيضة وشوية ديال الخل وكتعجنو بالمدافي انا لبنات ما كان دلكش المسمن ديالي غير كنعجنو وكنغطيه وكنخليه سافي غدا ندوز هنا نشارك معكم واحد الكيكا بنما بقلية قرب عندك المسمن واحد الخمستاشر دقيقة بدون دلك اه بالنسبة للكيكا ساهل المقادر عندي جوج تخمرات كاز زيت كاز سانيضة مسكاز الماء واحد الليمونة يعني دفرة ولا ما شاء الله الماندارين اه وجوج بيضات وشوية ديال الخل وهناي البنات كين التمر اه كين شوية ديال المشماشية بس عندي زفيف عندي شوية القرفة عندي شوية القرقع بالنسبة لهالكيكا البنات راني كنديرها نورمان مو غير بالزفيف ووتمر غير متوفر عندي هادك سميتو المشماش ودكشي لكشي لكشي لجدته مالبنات صحفي اول حاجة كتاخذ واحد المولينكس ضروري كتدرو في هادك شوية البيضات ذاك الكاز ديال سميتو ديال السانيضة والكاز ديال الزيت كتطرب البرتغال يوضح للماندارين جوج وحيدات بحالة تقريبا البيضات تضيفه واحدة بقشوره واحدة بلاقشوره قلت له مرات مرة مرات اضع القشوره ديال واحدة ترمي ان البرتغال تلوحه كامل يعني ذاك البرتغال كامل اللي بقشورها واحدة رامنقية اضيفو واحد شوية ديال الخل وكتطحنه مزيان 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 وكتبدو البيضات اضيفو بدقيق تدريجي نضيف دقيقة مع المقادر نضيف دقيقة نضيف دقيقة على حسب الخالط نضيف السمك نضيف خمارات نضيف الثمار نضيف الممر نضيف السمك سوف نضيفها في المول ونضيفها في الفران ونضيفها في الفران ونضيفها من الفرن الكهربائي على درجة 180 الثاني مع تماله مغروط سوف نضيف الفرن الكهربائي الفرن الغازي الفرن الكهربائي على 180 درجة الفرن الغازي وفرانها سوف نضيفها في الفرن لا نضيفها اليوم حتى اليوم سوف نضيفه حتى الزباح مدى المخصص ونضيفها نضيفها بعد الان ابنت عجينا كنقود لأكيد المقادر يضيف يضيفها المخل والتساند والتساند ونضيفها ومدلكتها في خطرة غير جمعتها وغطيتها بالسلوفان أو البلاستيك ومن بعد البنات ستزوها ودروا بها كوابيرات الأساسي الأساسي واللي مهم في المسمن هو البنات تقريبا أنا عندي خمسة المعالق ديال الدقيق أو لنصف كاس ديال الدقيق تضيفو لي واحد الخمارة ديال الحلوى ضروري هذا وابش السر كي يجيكم المسمن واعر لكي يدق المسمن ديالك يقول لي مسمنك يا أختي واعر كان شكر فراسي المهم البنات وكتزيدوا الزبدة الزبدة المهم على حساب انتو مشحل عندكم ديال المسمن أنا هنا تقريبا واحد جوز لايف ديال الفينوز لفة الفورس ادرت تقريبا واحد ثلاثة مع القبار ديال الزبدة تقريبا واحد شوية ديال الزيت ماشي بزاف غير شوية ديال الزيت وكتحركوا ديال الزبدة والدقيق والخمارة ديال الحلوى والزيت كتحركوهم زيان حتى كتخلط لياه وكتاخدوا ديال الكويرات بالنسبة لهاد المقادر راني غنوريكم البنات الطريقة ديال الملوي والطريقة في نفس الوقت ديال المسمى راح كي يجي البنات واعر 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 وكنعاود نأكد اللي ضاق المسمى عندك يا حبيبتي سيقول لك تبارك الله على اللي كليديدات اللي صوبوا لي ديال المسمى سوف تسرحوا البنات ديال العجينة ديالكم مزيان كتحطوا حدكم الزيت تهوى وباش كتسرحوا العجينة فاش كتسرحوها كتضيفوا ديال الزبدة والخميرة والدقيق ديال الفورس حس كتسرحوا انعطونا جدا قريبا جزاك طوية كيف اجدت لها ونعاود ندير معكم وحيد اخرى باش تبال لكم طريقة مزيان شوفوا لي الطريقة تسرحوا العجينة ديالكم مزيان على هاد الشكل كدهنوا الوسط بشوية ديال الزبدة والخميرة والدقيق اللي درناو الزيت سوف يدهنوا مزيان وكاتني لاحظوا لي الطريقة ديالتنية ديالي كيف اشكنتني باش كي يجيكم مورق ووعر ومفشفش وذك الخميرة والدقيق اللي غنزدنا مع الزبدة كي يخليها البنت كي يجي مفشفش ووعر نعاود نأكد واعر واللي داقل مسمى غاي حماق عليه أنا را المسمى ديالي اللي كي دوقو جي يعني شكر راسو عدس من هنا وخلاص شوفوا لي الطوية كيف اشدت لهاش كنعاود نطوي هكا ما كانت مش بشكل تقليدي اللي يكانت طوي به هشتوالبنات وعادة غنزد طوية الثالثة يعني كانت طوي الجنب وكانت طوي الجنب عادة كلاقي جناب ما كانت طوية العادية وهذه هي الطريقة ديالي ملوي هتربع المسمى كيف مربعتها وغتشدو الجناب بربعة يجب أن تزربها حسنة نحاول دبما نزرب ونبسط لكم هذه الطريقة سهلة حبيبتي الطريقة نزرب ونزرب نزرب ونزرب ومقرر ومورق يجب أن تأخذ المقالة يجب أن تزرب المقالة يجب أن تزرب المقالة المال ونزرب لن يبدو مرم حولتها ونزرب ونزرب يجب أن تزرب هنزرب ونزرب ونزرب اهم شيء اللون دي اللي مسمين كيفاش كي يجي وهنا غدا نحل معاكم وحيدة شوفوا لي يا البنت كيفاش مورقهم فش في شو رقاق 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 وزوين حتى الكيكا بالتمر كتجي غزالة غزالة يا البنت وفنة فنة 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 ومهمة البنت ان شاء الله عنا ندوز دعبة اه نشارك معاكم واحد اللي كان شكرا بزاف واحد متتبعة خديجة كان عطيك واحد اللي بيزو كبير من هادي الفيديو هي اللي قتلي يا حسنة سيري البيم راح جيبين واحد برودوي اه اسبيروكس راح دير ضجة في تركيا وراه يلا هدخلوه للمغرب راح واعر كيحيد البنت الصداع كيحيد الغمال اللي كان في الحواج كيحيد لكم لا جريس كيحيد لكم اه بزاف بزاف البنت عدة استعمالات لهاد الاسبيروكس راح كين في بيما البنت اه ديري عشرين درهم وما زال يعني ما زال ما كينش هاكا ديوتي بيرز للمغاربة اللي هدروا عليه في المغرب يعني اه يالله كي هدروا عليها البنت في تركيا دير ضجة كبيرة في تركيا واعر البنت واعر صراحة واعر 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 اه شريتوا تقريبا هادي واحد ربعية مجربتوا على بزاف الحواج عادة قلت نشاركه معاكم وان شاء الله ما زال غدي نشارك معاكم هاد البرودوي فاش يمكن لكم تستعملوا غير سرور البنت اخدوه خاطير وعشرين درهم ما شي شي حاجة واهم حاجة عجبني هو في ماشي ذاك البرودويات اللي كتمسحي بيهم مثلا كي يخليوا لك في حل حل ضبابة في الحاجة اللي هاد انتي كتمسحي وكي يخلي لك واحد البغي يون زوين البنت وغتلاحظوا حتى البوطة الصراحة انا وخى البوطة ديالي ما مكرفساش بزاف وجربته اه صاحبتي في البوطة ديالها ديجا كانت مكرفسة وفيها ديطا شو دك شي وجربته فيها الصراحة لما عليها البوطة رجعت غزالة وانا صراحة راكم عارفي اني ما عدوية البوطة تبقى مكرفسة يعني ضروري انفو كان طيب كمسحة اه غير جربيها حبيبتي في البوطة ديالك غير هي اللي ينصحكم البنات اي برودوي مترشوهش على ذاك البريكا ديال البوطة مترشوهش عليها حيث كقدر يخسرها ولا كتقدر تولي تعطيها كالكحولية طفي هنا يا البنات اه كان عاود نأكد راح كي حيد صدا كي حيد الغمال الملح ويش كي حيد بزاف 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 بزافة البنات يعني واعر هاد برودوي في عدة استعمالات اللي ان شاء الله غادي انشاركهم معاكم ان شاء الله باذن الله اه وهنا يا اه مهم غدا اه زي ما نسالي معاكم النهار ديال اليوم ديال البارح تلبت زي ما النهار اللي قبل من العيد كان هاد شي درت معاكم اه يعني دوجت هاد شي مسحة البوطة وذك شي وان شاء الله غادي نرجع معاكم مع الصباح باش نشوفوه اشنو غادي نديروا ان شاء الله في الصباح ديال ذكرى الموليد النبوي وما تنسونيش حبيبتي من اللي لايك يلا يلا لي لايك لي لايك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة انا ارجعت معكم حبيباتي في نهار جديد اليوم في الصباح نكمل الفطور ديالي بينما فقط بنتي وراجلي يكون ذلك شي غزال وواجد وموجود كيكا اللي كان طيبت معكم البنات البارح اللي كان عاودنا اكد تجيب بنينة التمار والبرتوقار والشيكا جيغزالة والقرفة هنا يا البنات خديت واحد شوية ديال الشوكولات البيضاء ووزت عليها شوية ديال اسميته مهرمش يعني اللوز مهرمش وصراحة كان عندي اللوز وشوية كوكو خلطتهم بجوج مهرمشين ودوبت الشوكولات ووزت الكوكو مهرمشين يعني لكم كاسي كانت ناخدهم في حالة كالبنات يعني كان ناخدهم مهرمشين من عند سميته ومن عند العطار صافية البنات وكيف ماشوا قدرت شوية ديال محمصة الصراحة بنتي هنا فاش كتبدا تقرأ كانت تولف لي هذا الشي يعني بالحليف الصباح يا اما الشوفان يا اما اي حاجة بالحليب وقلت علاش الله ما نديرها شليحة اليوم انا اي حاجة البنات كتاكلها ليا بنتي كنديرها على راسي وعيني حيث بنتي ماشي اي حاجة كتاكلها شوية بعض صف ماكلتها وصافي كيف ما كتلكم البنات صافي وغضي نخلي هذك الشكولات حتى وكان ينشفش شوية في ذاك الكيك غير كفكرة لذيين هنا نقدم هده اسميته بالنسبة للبنات فاش كنت حطيته معاكم في الفطور بزاك سقولوني هذا البنات كان ناخده من واحد المحل في ذاك المحل كان بغي نصوره لكم ولكن يكون عامر في ذاك عنده ذاك شي وعر البنات عنده اه يعني هاد شي تقضية يعني اي حاجة تقضية الفرماج الشكلات لبات الكريمة اي حاجة والأتمينة جد مناسبة وان شاء الله لا تفرج في هذا الفيديو اسمعني الله يجازك لاخر غير الديني حتى انا ما كدوش عليكم البنات ما كان زعمش مشي عندش واحد نتصور وميكونش معايا راجلي ولا ولا هكا ماما ولا دي ما كان قدرش نصور بوحدي اي لبغى راجلي ان شاء الله يديني فاش نمشي نتقدى هاد المرة ونصور راني غدا نصور ولداني بكري يعني خاسني ضروري يمشي بكري حيث لا مشيت شي شوية غير تلك الحداشو له هادي يقدر يكونوا الناس ما كان قدرش البنات نصور بالنسبة لما كانوا وراني دايجة شاركت معاكم منين كنناخدهم هاد العلبة بنات كاملة هاد يرى خمسين درهم ورح كل اه كل حبة اه او لكل لون بنكهة دياله يعني الورونج بنكهة البرتوقال الحمار بنكهة ديال الفرز يعني البنات هاد لي مكاورة غزالين لا علاقة بديال المرجان وديال اسواق السلام وذلك شي وراني دايجة البنات شاركت معاكم البلاصة منين كناخدهم والتامن راه جيد رائع ما غا تخليه فان تمشيوا بلاصة كتبيع لي مكاورة باللدة ديال هاد الباتيسري وبهاد التامن ما كينش نمصم عليها بالعشرة حيث فعلا كيكون عامر هو اللي كيفرق البليباغ الباتيسري ديال المغرب والبليباغ اللي كيفرق ليهم مهم ديالسة هنا يدرت شوية الحليوة ديالك الكويسات الكويسات اللي كيسولوني عليهم كنت خديتهم بشي عشرين درهم من عند المحلات ديالخمسة درهم وكنت شاركت معاكم البنات منين فاش خديتهم مهم كنت خديتهم وشاركتهم معاكم فاش خديتهم والكيكا نزينها بهاد ليقوم غير نعطي واحد شوية ديال لمسة وشي شوية ديال الوينات باش سبحان الله النفسية كترتاح وهنايا ما يمكنش ما يمكنش نحط المحامسة نهار العيد فالطبط ومنديرش معاها شوية ديال بلدية ولا شوية العسل كتفكرني على البنات فيها مثل بلد وبركوكش تقول لها البنات اللي كانت كتفشي البادية وتاكل ببركوكش بركوكش احنا في المنطقة ابني ملل كان قولوا لي بركوكش وكانت جداتي مسكينة وكانت جدي لله يرحموا والاستعليف هذا النهار كانت جداتي كانت جدينا مع الزبدة والليلة هذي الايام لا متيلة لها ونشارك معاكم غير هاد القنادرة او لا كيقولوا ليهم المخاور صراحة البنات خديتها السامبل خديتها غير بمية درهم وزوينا البنات ما بغيتش ناخد هذك قفطان ولا جلابة يعني كيدوز هذك النهار كنحطهم خصوصا هاد هاد العامين ما كيلا عراس لتشي حاجة يعني اللي خديتها را ديجا كنبسها نعار العيد ولا شي نعار اخر وقد تحدك شي عايش قلت ناخد هذا منها نتبرد فيها في الدار منها مر مره مره نصور بيها ومنها كذلك سامبل ووين سامبل وغذي ولا عجباتني لقيتها دايرا مية درهم وخديتها خديت صراحة مهم خديت لي انا ومع موضيك شي هاد الشي اللي كينا البنات شوفوا كيفاش كتجي صراحة عجبتني امية درهم الحمد لله ماشي شي حاجة اللي غتصووني راني اخذتها من اناسي من عند وحد سيد صراحة كيبيع هاد الشي غزال اه صفي ودرت اغا نحط البنات كايكرتها هو درته غوص بارد انا كيعجبوني هاد النيود يعني الوينت اللي كيكونوا هاكا نيودة البنات كيكونوا هاد اين ما فيهم لا بغيوا ولا تشي حاجة ودهبا ان شاء الله بإذن الله غدا ندوزه مجموعين نحط الطويب لا ونوجده ان شاء الله ونفرحه ونسألي ان شاء الله بإذن الله هالبنات كنت صراحة غنشارك معكم نهار غنزيد نهار كامل ولكن الفيديو غادي جي طويل 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 بثثف دك الشي على الشه اللي شها البنات قدمت معاكم غير هاد السباح فطورنا والتحدارات اللي وجدت وكنتمنى انهم ينالوا الايجاب ديالكم وكنتمنى البنات اللي مازال ممشات شا عندي الانستجرام ايش كتتسنى وشوفوا ليه مغير فات كل شي على دك المغير فات يتبقى عبت كليت بهم في شهوه غزالة يتم تكون اللا وضعنا في الطفولة سبحان الله الأيام التي تتدوز لا نلقى بحالا نحن لكم مع الفيديو و نشاهدكم مع اليوم كيف يتدوز و لا تنظروا غنرجع معكم اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة